للوطن حق وللمواطن حقوق كفلها الدستور والقواني لذلك سنطلق معكم بهذه الفقرة الختامية المسائية مع ضيفي الكريم وهو من رجال السلك العسكري بارك الله فيهم جميعا سواء المتقاعدين أو القائمين بدورهم شكرا لهم جميعا لذلك سنتكلم اليوم مع المتقاعدين تحديدا بالسلك العسكري مختلف الجهات وتحديدا ضباط الصف المتقاعدين سعدنا نلتقي مع الأستاذ فهد الزامل مساكلة وخير بفواز مساكلة وخير وحيي تلفزيون الراي شكركم على الاستضافة هذه نشكرك على تواجدك معنا بفواز دعنا ندخل في الموضوع على طول كم عدد اليوم ضباط الصف تحديدا من الجهات الأربع المختلفة اللي حضرتك اليوم تمثلهم وتتحدث بلسانهم العدد تقريبا يفوق الخمسة ألاف خمسة ألاف شخص نعم كانوا بالبداية من ثلاثة ألاف ولكن نتوقع الآن تجاوز الخمسة ألاف تقريبا الخمسة ألاف كلهم يعانون من هذه الأزمة طبعا ويفوق العدد بعد طيب خنعرف المشاهد الكريم بشكل مختصر وواضح شنو إيهي الأزمة بالضبط ومن متى بدت هذه المعاناة السادة العزيزة هي الأزمة سلامك الله في غرار مجلس الوزراء هذا الغرار صدر سنة 2008 يحمل رقم 495 على 2008 ينص على التالي مكافأة للقياديين برواتب لمدة سنتين وراتب استثنائي إضافة لراتب التقاعد هذا بالنسبة للقيادات نعم بالنسبة لنحن كضبات صف وأفراد لنا مكافأة نهاية خدمة اللي هي رواتب سنتين لمن أكمل 25 سنة لنا رواتب سنة ونص لمن لم يكمل 25 سنة رواتب سنة لمن تقاعد طبية بسبب الوفاة طيب هذا القانون يقول شهر هذا القرار من سلوزراء يعني قبل القرار هذا ما كان موجود هالشيء لا لا ما كان في شيء قبل القرار ما في مكافأة سنتين مكافأة سنة ونص أبدا ما كان في كان في رواتب ستة أشهر لما تخلصوا الخدمة تأخذها طيب تزاهم الله خير أعطوكم سنتين بعد ما أعطونا شيء شنو لا ما أعطونا شيء نختزلون من الغرار هذا اختزال أصلا أنت فواس عشان الفير مشاهد أنت موجود بالقرار هذا نعم أن ضباط الصف يستلمون من أكمل سنتين كذا من أكمل سنة ونص من أكمل سنة لتقاعد طبي وغيره موجود بالقرار نعم ما أخذيته ما أخذنا غريبة موجود هالقرار موجود من 2008 نعم دقصد موجود إياك لا لا موجود إياي نعم بعد ذلك شي يقول يتفضل ولا بعد ذلك خلنا نشوفه وأتركك تسترسل يعني في حوارك طيب ما المشكلة ليش مراضيني معاك كل شيء معاك موجود شي يقول القرار بالضبط باقتصار القرار هو يعني القرار مثل ما شرحت لك من البداية مجلس وزراء إن قرار مسل وزراء مكافر الغيادين سنتين وراتب استثنائي وإحنا ضباط الصف والأفراد لنا رواتب سنتين أو سنة ونصر وسنة حلو هنا ممتاز بعد ذلك صارت إشكاليات وصارت معاضل كثيرة ما حد حصل على شيء طبعا كان في هناك مجموعة من إخواننا سبعة منهم تقدموا بغضية وخذوا حكم وكسبوا الحكم وفعلوا الغرار وخذوا مكافراتهم الله يرزقهم نعم بحكم محكمة طبعا باقي الألوف المؤلفة هذه ما خذوا ولا شيء شنو عذرهم بفواز ما في أي عذر أبدا يعني تسع سنوات إحنا نعاني من هالموضوع هذا وما في أي عذر أطلاقا أنت ضيف عندك سيد راشد يعني في مكرمة لسيدي صاحب السمو خلتها القرار هذا يشمل من ال91 إلى نهاية ال2014 يعني لاحظ أنت القرار عندك صدر في 2008 واضح 2008 صدور القرار مدد القرار إلى ال91 خذك كل الناس اللي من ال91 إلى نهاية 2014 وهذه مكرمة سيدي صاحب السمو من وكرة لمباركواتية قرار بمجلس الوزراء تمديد المكرمة تمديد القرار وعدم وعدم شنو وعدم وعدم عفوا دون الإخلال بالقواعد والشرط التي تضمنها قرار مجلس الوزراء أعلى يعني حتى سيدي صاحب السمو قايل في المكرمة يعني نصا أبناء العسكريين ما اختزل قادة أو ضباط دون ضباط الصف والأفراد والقرار الوزاري أيضا والقرار الوزاري كاتبها حرفيا لكافة الأسكريين الكويتيين طيب يا فواز يمكن ما في ميزانية وللجماعة ناطرية ميزانية بس ما همال ما يخال خاطب المالية ما في عندك ميزانية يتعمم علي بوزارة الداخلية ضباط الصف وجميع الأسكريين كل من يرغب بالتقاعد لاستفادة من هذه المميزات على بخروج للتقاعد خلال الفترة من المدة الفلانية إلى المدة الفلانية ولا تروح عليك وحنا نطبغ الأوامر هذا أنت لي طابعة ولا تنشور لا لا هذا تعميم وزارة الداخلية تعميم منشور رسمي نعم نعم معمم على جميع قطاعات من اسمها تعميم على القيادين يقولك اطلع ولك راتبك بالضبط بالضبط هذا عندك كذلك تعميم من الحرص الوطني موجود تعميم الرئاسة العامة للحرص الوطني كذلك لكافة الأسكريين أنا حاطة أصلا يعني حتى ميزها لو تلاحظوا ساب راشد مكتوب لكافة الأسكريين نصا بالتعميم زيادة مكافأة لاستحقاق لكافة العسكريين اللي تكون وفقا للآتي تديش استشعرنا نحن خلال الفترة هذه نعم يعني عدم المؤخذة ومع الفارغ يعني وأنا أمانة يعني أصبحنا مثل الطفل اللي أبوه مراضي أترف فيه يعني لحنا عسكريين ولحنا مدنيين مجلس الوزراء ما أنصفنا مؤسساتنا ما أنصفتنا ولا في مننا الجألة ونروح له معقول النواب الأمة تسع سنوات معاناتنا للأمانة بس المبطل الثاني وأنا أشكرهم من خلال هذا البرنامج هذا وأحييهم أمانة كان في تصويت عليه بمداولتين الأولى والثانية بالإجماع وصوتوا على الغراء ولكن قدر الله ما شاء أفعل أبطل المجلس المجلس الثاني 2012 نعم المبطل المبطل الثاني اللي بعده المجلس اللي بعده ولا سوى شيء بالموضوع إطلاقا والحالي الحالي الأمانة يعني إحنا قمنا بحملة الآن على عدة نواب ووصلناهم في دواوينهم وفهمناهم على القضية وإشكالياتها وكل ما ترتب عليها وعدوكم خير وأمانتنا وعدونا خير هو كان قبل باللجنة الداخلية والدفاع والآن تحول موضوعكم إلى لجنة المالية بمجلس الأولى صح نعم التحويل هذا يفيدكم أبو فواز والله يفيدنا في مطالبنا اللي إحنا نبيها يفيدكم التحويل في مطالبنا اللي إحنا نبيها لأننا أصبح مطالبنا كثيرة أستاذ راشد تفضل قول إحنا طال أمرك مادة دستورية واضحة الناس سواسية في القانون الكرامة السانية وهم متساون في الحقوق والواجبات العامة متمام نعم إحنا نتكلم عن سؤال إذا كانت القوانين كلها توقذ من الدستور الكويتي وإنت تتكلم عن حقوق وأموال متمام طيب على أي أساس تحرمني من خدمتي هذه وعلى أساس تدمرني وطلعني بره وظيفتي ولا تخليني أرجع لها حتى وإن كان عندك خطأ في القرار عندك حطيتني بالخطأ وقلت كافة الأسكريين صح الخطأ خلني بوظيفتي يعني الآن اللي تقاعدوا وفق هذا القرار ما أعطوهم التأمينات مبالغ مالية أبدا ونهاية خدمة أبدا أبدا لا أعطوهم قروض عدمتهم ومحياء أنت ما عندك نهاية خدمة تأخذها من الوظيفة لما تطلع تقاعد رواتب كل هي رواتب إجازاتك كل ثلاثة أشهر أوقع أبستش والمنحة الشهر فقط أربع شهر بس هذا هو زين المطالب تعرف على المطالب بفوض المطالب سلم وطالب الخمسة ألاف متقاعد من ضباط الصف نعم أولا نطالب بمساواة الرواتب الأساسية بينما تقاعد ومن زملائنا من عام 2011 عمل من بنصة رهي المادة دستورية لهذا حق مشروع لنا طبعا نحن نطلب بمساواة أعطينا مكافلة نهاية الخدمة التي أقرت بالقرار المذكور علىه بواقع سنتين والسنة ونصف كل نوفق خدمته ومنهم دون ذلك وقد أيدت عدة جهات بالدولة واكيناة في الشهادة ابن مغن quero هذه مغنق الصف هناك ينجد fish تحتاج الميزانية يعند كيف لا يستطيع أن يكون وَكيناة الدفاع وَمَا سوى النظر الصف والأفراد ترد المخاطب الرسمية بوَزارة الدفاع من المالية يرد على الدفاع ما يقول له وَا فكيناة ووَكيلاة مالية يرد عليه يقول له يко Stunden يخليوا ورقة ثابتة عشان الأخوان يشوفونها مكافأة الاستهغار طبعا ردنا على استفساركم بشأن مدى شمال ضباط الصف والأفراد نود إفادتكم بأن قرار الوزراء رقم 495 المذكور على ينص على زيادة مكافأة الاستحقاق لكافة العسكريين وشنو تكون وفقا للآتن طيب أي سنة هذا ستايل 2008 2008 ربما الدولة قاعدة تخاطب الدولة هل يستحقون اي نقول لا ينعم يستحقون السؤال اليوم لمن نلجأ بعد الله غريب الأمر هذا إذن كل هذه الحقوق معاكم كل هذه المستندات لماذا لم تلجأون إلى القضاء سيد راشد في ناس تقدر تروح للقضاء عند امكانية حط محامل وتكلف لأن تدري المسألة فيها صح صح لكن هو إذا طلع من مولد بلا حمص بشي غدم طيب لماذا لم تلتقوا وتجتمعون مع القيادات الموجودة بهذه الهيئات العسكرية ووزارات العسكرية اللي موجودة تلتقون معاهم انتوا مجموعة ترون حق القائد المسؤول في هذا الجهة العسكرية وزير الدفاع ووزير الداخلية خلصنا منك خدناك لحم وقطناك عظم انت حين قاعد الرصيف برا ما لك شي عندنا انت مدني تابع التأمينات الاجتماعية قابلتهم يا وفواز ما خلانا احد ما قبلنا ما خلانا احد ما نتقل يعني فيه احنا يترك محاولات ما في احد وعدكم خير يعني بنفس الوعود لكن التنفيذ وين التنفيذ سيد راشد انت تدري الآن أصبحوا معنا ايتام كانوا آباءهم زملاء لنا وكانوا يطلبونوا معنا والآن أصبحوا فيها ايتام أسرق عدوا في سجون العراق سبب أشهر يطلع بدون شيء يعني أنا قبل شوي أكلمني صديق تصور كان في مهمة خارجية لما تعرض الحادث ومهمة أسكرية وتعرض الحادث وأصيب زينه راحة نصف روة الراس عنده تم تعويضها بمئتين دينار مئتين دينار فقط لا غير هذا بالغزو ولا بعد التحرير وإصابة عمل هذا في الحرب في حرب 2003 حرب تحرير العراق نعم هذه الإصابة كله كامل مفروض القانون شيعة وضعني خلي العاطفة قانونيا شنو مفروض ياخذ حق القانوني حقق أمام الدولة شنو ممكن ياخذ هذا الشيء ما أدري هذا السؤال ما يوجه لي هذا يوجه للدولة نفسها الحكومة اللي تسوي وزراء مفواز مفضل قلت اللي عندك كله لا 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 بعد عندك قول 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 شا عندك قول 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 مطالبكم قول احتياجاتكم شنو الخطوة الأولى اللي ننتج فيها بالاتجاه الصحيح يا سيدي أنا أقولك شيء إحنا الحين لو تلاحظيني عندنا شوف الأوراق أنا أنا أحط لك إياها هذي مادة شوية شديد أيوة خلي بس قول هذي مادة بالجيش شو تقول يعتبر من الاحتياط الأسكري من الذين تنتهي قدماتهم بلحال التقاعد أو إلى آخره نزين ويجوز بقرار من الوزير الاستدعاء الاحتياطي في حالات الحرب والحكم العرفي والطوارئ يعني إحنا الآن احتياط للدولة المتقاعدين نعم هذا بالنسبة للدفاع هذا بالنسبة للداخلية كذلك يستدعيني في حالات الحرب والطوارئ والأحكام العرفية أنا ما أحتاجك تستدعيني أصلا الكويت لو أسر عليها مكروح لا سألح الله لا سألح الله نقدم رواحنا وقدمنا صحيح ولازلنا نقدم وراح نقدم ما ننتظرك ولا ننتظر غرارك لكن لكن السؤال إحنا شنو مصيرنا وليش ضعنا الضياع هذا شنو دمنا أنا أتكلم بس انضباط الصف المتقاعدين من الدفاع والداخلية والحرص الوطني والأطفاء من الواحد وتسعين إلى نهاية الفين واربعتائش هم من يشملهم هذا القرار نصا وفي المكرمة الأميرية ما أستثني منهم أحد رجال الكويت رجال الكويت اللي حاربوا واستشهدوا وضحوا وتعوغوا وقدموا أرواحهم ضد الإرهاب وضد المجرمين ضد تجار المخدرات وفي الحروب عرفت شون والآن طلعنا وقعدنا على الرصيف ذمت منه هذا كله أنا أطالب وأناشد أول شيء أول شيء أناشد سعادة رجل منسي الأمه مرزوق الغانم أبو علي اليوم إحنا في ذمته كنا هو رئيس مجلس الشعب كله ونبي وقفته ويانا وفي سابق علي خالة رحمة الله عليه مرحوم جاسم القرافي أبو عبد المحسن وموظفه مع الغادة الضباط هو من تعهد الرجل للأمانة يعني حمل موضوعهم حمل موضوعهم وانزلت لهم بمكرمة أميرية وكان الفضل لله ثم له ومن ثم سيد صاحب السمو أكرم أبناء لأنه لأنه مو كل شي يعني في أمور تقيب أن صاحب السمو للأسف عرفت شون صاحب السمو يقول لي أبناء الأسكريين السؤال ألف علامة استفهام من هو اللي يستثنينا ويختزلنا من أننا أبناء الأسكريين ولا لا والسؤال هل إحنا يا ضباط الصف المتقاعدين أبناء صاحب السمو ولا ما إحنا أبناء من يستطيع يجاوبني عن هذا السؤال إحنا في الداخلية نسمى قوة الشرطة في الدفاع أو الحرص الوطني نسمى القوة الضاربة أو القوة البشرية يعني حتى في حالة الطوارئ وغيرها أو ما شابه والأحداث ككل في شكل عام لو يستشهد ضابط تأكد أنه يستشهد وياه 200 ضابط صف وفرد لأن ضباط عادتهم قادة والله يرزقهم وما ضباطنا وقادتنا وإخواننا وعيالنا بالنهاية السؤال ليش هذا الدمار اللي تدمرنا وشنو دمبنا وعلى شنو طلعنا إحنا الحين مخاطبتك يا أبو فواز ولا راح أقاطعك ومع الختام مع حضرتك هذه كاميرتك موجودة تفضل وجه رسالتك وجهتها إلى السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة وجهت هذه الرسالة وذكرت هذا المثل الآن رسالتك لمن توجهها أيضا في هذا الشأن تحديدا بصوت 5000 ضابط صف أكرر أوجه نداعي لسعادة رئيس مجلس الأمة ولسمو رئيس مجلس الوزراء وللنواب كافة أنتوا أقسمتوا يمين أمام صاحب السمو بالذود عن المواطن ومصالحه وأمواله نعم نزيل اليوم إحنا نبوقفتكم كلكم بدون استثناء أبناء الكويت يناشدونكم أسرهم يناشدونكم عوائلهم يناشدونكم إحنا رجال الكويت نضحي وضحينا ولازلنا وراح نضحي بعد واليوم إحنا ما نتكلم أنت تصور يعني حتى أوسمة الحرب اللي شاركنا فيها حرمنا منها شون حربتوا نعم نعم وسام وسام تحليل الكويت حرمنا منها حقك هذا التأمينات ما يرو وسام حرمنا منها زي اللي أنا في علاوة 25 دينار وسام حرب تحليل العراق كانت الصواريخ الطيحة لأروسنا حرمنا منها وسام السور نعم وسام السور ما خذيته نعم ما خذيناه ليش لأن في 25 دينار في ناس خذوه طبعا لخذاء منه على رأس العمل لكن أنتم كمتقاعدين ما خذيته أنت مشاركت بالحرب أنت ما شاركت بالحرب ما فهمت هذا أنت مشارك بالحرب وطلعوك تقاعد وما أعطوك الوسام ما خذيت الوسام وانت مشارك بالحرب ولا ما حد خذاء وانتم مشاركين بالحرب نعم مشاركين رسمي ليش ما خذيتوه يعني كارهينكم الناس الحرب 2002-2003 احنا طلعنا 2008-2009-2010 وفوق طيب ليش ما خذيت الوسام ما خذيت لأنني قلت لك سيد راشد في عراوة 25 دينار المسألة حسبة مادية أمر غريب لأصحاب هذه الحقوق بفواز أنا وصلت لختام ختام نشتي بي تقول بفواز أستسمحك بس ختام شوف الفوارق هذه وكيل أول يلي تعدل الورقة بس تخليها جدام كاميرتك هي على الهواء الآن تخليك ثابت شدي اي نعم اش فيها هذه الورقة زملانا وريالنا وربعنا اللي كانوا معانا بالتساوي بالرتب بعد ما طلعنا تقاعد نزلت لهم المكافأة هذه اللي هي تعديل رواتبهم يعني أقول لكها باختصار مثلك بالضبط الله يرزقهم ويوفقهم ويزيدهم من خير اخوانا ويالنا ويستاهلون نعم ويستاهلون أكثر من هذا احنا نطالب بالمساواة نطالب بالمساواة وبيعطانا حقوقنا وخدماتنا ومكافأاتنا يعني الوكيل أول الحالي اللي ما خذ حقوقه 251 دينار نعم واللي خذ حقوقه ياخذ 640 دينار نعم والأربع اللي رفعوا قضية خذوا 640 طبعا تبعون أنت المساواة نعم نبي مساواة بالقرارات الموجودة لا مننا من أحد أبدا ولا قاعد طالبون بأشياء أمولكم أبدا بارك الله فيك تبتقول شيء بفواز بعيد ما أقول لها سلامتك واشكرك واشكرا لصلاة المشاهدين وأعتذر عن أي تقصير أو أي شيء بدر مني أنا شكرا جزيلا وصلت رسالتك شكرا واشاء الله وصلت صوت الخمسة الاف متقاعد من أخواننا ورحمة الله على من توفى والخير والبركة بالمتبقين إن شاء الله بارك الله فيهم وما قلنا في حقهم إحنا المقصرين تجاهكم فيه شكركم للأمانة كضبات صف وكأفراد ولا قصور بباقي كل منتسبي السلك العسكري نفخر فيكم جميعا هامات وطن رجال وطن رجال القدوة رجال الإرادة رجال العزيمة رجال الإصرار رجال نفاخر بكم الأمم بارك الله فيكم بارك الله في جهودكم اللي سويتوها واللي تسوونها واللي راح تسوونها كل منتسبي هذا السلك العسكري الجيش الداخلية الحرس الوطني دار عمل اطفاء بارك الله فيكم جميعا من موظفين عساكر وغير عسكريين ومن مسؤولين نفخر فيكم الأمانة ولكن هذه العيالكم إذا مو أنتوا اللي قمتوا فيهم ترى ما حد رح يقوم فيهم إذا مو أنتوا اللي تدفعون عنهم بالدرجة الأولى وتعطونهم حقوقهم ترى ما حد رح يعطيهم حقوقهم وأيضا رجال مجلس الأمة وأعضاء مجلس الأمة جميعا بما أنتوا فيهم أمرأة أيضا سيدة صفاء الهاشم لذلك حق هؤلاء الناس إن شاء الله بتنصفونهم الناس ما تبي مننا تحد لهم حق يبعطهم حقهم ما لهم حقوا لو بتوكروا على الله ما لكم شي عندنا ما يبون حسنة من أي أحد والناس تزع سنوات تزع سنوات ويتنطر هذه الحقوق زملائهم معاهم الله يوفقهم خذوا يبون نفس حقهم أنتوا قلتوا أسكرين يا جماعة في خطأ صار أعطي الناس هذا وتدارك الخطأ بالجاية وصلت الرسالة أعتقد وأنتوا خير من يقدرهم إن شاء الله وإحنا بالنسبة لنا نفتخر فيهم جميع الأمانة نفتخر فيهم وافتخر بأن قابل اليوم خمسة تالاف شخص أمامي نفخر فيهم نشوفكم على خير إن شاء الله تقبلوا تحيات فريق مسائي كنت معكم راشد حسن تصبحون على أمن وأمان صاحب الأبدان إلى اللقاء